السلام عليكم الفصائل المسلحة باغتت الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بمهاجمة قاعدة التنف بالدرونز وبالمسيارات والآن إذا ردنا ندخل بتفاصيل هذا الهجوم اللي سوته طبعا الفصائل المسلحة هم قاموا بهذا الهجوم بخمسة طائرات مسيارة ثلاثة من هذه الطائرات جاءت من الأراضي العراقية وطائرتين طبعا هي جتي من الأراضي السورية فواضح جدا هم جوي من جهتين لقاعدة التنف هذا هو موقع قاعدة التنف التي هي موجودة في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وكذلك سوريا وكان هناك أيضا كلام اجأ أصلا من القيادة المركزية الأمريكية بأنه أيضا هو جاء الهجوم بنيران غير مباشرة البعض أشار إلى الصواريخ وغيرها ولكن هذا الأمر غير واضح لحد الآن عن طبيعة ما إذا تم فعلا استهدافها بالصواريخ إضافة للمسيارات التي استخدمت في هذا الهجوم طبيعة الآن الهجوم وشنو اللي أصابها فعلا كانت الإصابات مؤثرة داخل القاعدة وسمع دوي الانفجار والانفجارات في طبيعة هذه القاعدة اللي هي طبعا هي موجودة في منطقة اسمها منطقة الخمسة وخمسين كيلو أي بما معنى أنه خمسة وخمسين كيلو متر هي تعتبر الحدود بالنسبة لهذه القاعدة وتحت سيطرة القاعدة وهي منطقة مفتوحة تماما هذه المنطقة التي ترونها ولكن مع ذلك سمع دوي الانفجارات وأنه هناك حرائق حتى وهذا طبعا كل يأتي ضد ثلاثة مقرات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال بأنه الضربات هي طالت طبعا مستودع للمواد الغذائية وموفية وكذلك مسجد قد يستغرب البعض من وجود المسجد شي سوي مسجد موجود في قاعدة التنف اللي هي تابعة إلى التحالف الدولي هناك أصلا قوات اسمها جيش مغاوير الثورة هذول انشقوا طبعا من الجيش العربية السورية اللي هو طبعا جيش نظام بشار الأسد انشقوا من عدهم في شهر الدعش 2015 وطبعا هم معارضين لنظام بشار الأسد وكذلك أنه قوات التحالف الدولي منها القوات الأمريكية تدربها بشكل مستمر أيضا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي فهم موجود دائما تدربهم القوات التحالف الدولي في قاعدة التنف وأصلا بحسب الواشنطن بوست تأكدت بأن هناك 200 من القوات الأمريكية هم موجودين في قاعدة التنف وأصلا هم القوات الأمريكية اللي موجودين في سوريا بشكل عام بحسب آخر التقارير تؤكد بأنه 900 جندي أمريكي موجودين موزعين على القواعد 200 من عدهم موجودين في هذه القاعدة الآن الأهم من هذه الضربات وهذا دوي الانفجارات الذي نتحدث عنه هل أصيب أحد أم قتل لم يصب أحد ولم يقتل وهذا يعود إلى أمر أيضا تحدث عنه المرصد السوري الحقوق الإنسان وعدد من المصادر الأخرى أكدت بأنهم قاموا بعادة انتشار أعادوا انتشارهم مغاوير الثورة وكذلك قوات التحالف الدولي أعادوا انتشارهم بشكل غريب قبل أن يتم هذا الهجوم وهذا هو طبعا اللي خلصهم من طبيعة أي إصابات أو قتل أي أحد وهذا قد يوضح إعادة الانتشار بأنهم كانت عدهم معلومات عن طبيعة أن هناك هجوم وأيضا قد عدهم معلومات عن طبيعة من أين سيأتي هذا الهجوم الأهم أن القيادة المركزية الأمريكية قالوا بصريح العبارة بأننا نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين فهذه طبعا هي نقطة مهمة جدا أنه أين سترد القيادة المركزية الأمريكية والولايات المتحدة وما إذا كانت سترد هذا طبعا أمر يعتمد للغاية الآن الأمر المهم خلونا نشوف طبيعة الطائرات المسيرة والأمر اللي همنا اللي هي جاية من العراق انتل سكاي بشكل مثير أثناء هذه الضربة أعلنوا وغردوا بهذا الشكل حقيقة بأمر يشير إلى النجف شو شون اللي قالوا حيون على قواعد كتائب الإمام علي في النجف الليلة الكل كان يتوقع بأنه ستكون هناك ضربة مباشرة إلى هذه القواعد التابعة طبعا لكتائب الإمام علي القتالية ولكن هذا الأمر لم يحدث وهذا ما يعطي إشارة أخرى بأنه هم أصلا يشيرون الانتل سكاي إلى الموقع اللي إجدتي من عند الطائرات المسيرة واستهدفت قاعدة التنف وإذا ما عدنا قليلا إلى ستة وعشرين سبعة الفين وواحد وعشرين قبل ثلاثة أشهر كانت هناك ضربة غامضة تمت على إحدى القواعد التابعة لي كتائب الإمام علي القتالية بهذا الشكل بالطائرات المسيرة أربع طائرات مسيرة قامت أو بالحقيقة طائرتين مسيرة قامت بأربعة غارات بهذا الشكل هذه واحدة من الغارات التي استهدفت إحدى المستودعات للذخائرة الذي كانت عليها أيضا أنباء أنه على أساس انفجرت بسبب الحرارة ولكن تبين بأنها مسيرات إسرائيلية هي التي قامت بهذا الهجوم الآن هذه القاعدة حتى نعرف على حقيقة عجالة خلينا نشوف موقع هذه القاعدة هذه القاعدة هي موجودة بهذا الاتجاه هنا النجف التي ترونها هنا طبعا وهي القاعدة تبعد فقط تقريبا عشرين كيلومتر أو أقل فلذلك هذه القاعدة يعني واضح جدا ما أخذ موقعها الخاص وإذا ردنا نلقي نظرة على هذه القاعدة ونشوفها فهذه قاعدة كتائب الإمام علي القتالية التي تم استهدافها واضح من خلال الانفجار اللي شفناه التصوير كان من الشارع من هذا الاتجاه واضح أنه المستودع اللي انضرب في شهر سبعة قد يكون وحدة من هذه المستودعات الموجودة التي صورت بهذا الشكل الآن لماذا الإشارة إلى هذه القواعد هل هذه القواعد قريبة هل ممكن أن تصل إلى قاعدة التنف وهنا طبعا النقطة مهمة جدا هذه طبعا القاعدة التي نتحدث عنها اسمها معسكر ديوك هذا هو معسكر ديوك الذي ترونه هنا وهنا طبعا قاعدة التنف في المثالة الحدودية الذي نتحدث عنه بين العراق والأردن وسوريا المسافة بين معسكر ديوك وقاعدة التنف هي عبارة عن خمسمية و سبعة و ثلاثين كيلومتر فقط وهذه تعتبر مسافة بسيطة جدا للطائرات المسيرة اليوم التي تمتلكها الفصائل المسالحة على سبيل المثال تصل إلى ألف كيلومتر ألف خمسمية كيلومتر وحتى إيران تمتلك طائرات توصل إلى أكثر مداها إلى أكثر من ألفين كيلومتر يعني تقدر تقصف وترجع وليس فقط أنه تذهب وتقوم بهذه الهجمات لذلك واضح جدا بأن هذه القواعد قد تكون هدفا في الفترة القادمة إذا كانت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل لأنه يشيرون أنه جاءت الطائرات من هذه المنطقة المشكلة أن هذا الأمر لم يتوقف إلى ليلة أمس أنه لم يكتفوا بهذا الموضوع نهائيا وأنما كانت هناك رسالة مهمة جاءت اليوم وجدت فجأة القوات الأمنية هذا الصاروخ وهو موجود في توس خورماتو في كاركوك موجه إلى قاعدة الحرير التي هي طبعا تابعة للتحالف الدولي الموجودة في أربيل كما هو معروف وهذا الصاروخ هو صاروخ إيراني بحت صاروخ كروز نفاف اسمه طبعا سام ثلاثمائة أو عفوا سام ثلاثمائة وثمانية وخمسين هذا صاروخ جدا مهم هذا صاروخ إيراني ليس موجودا والمفروض أنه ما موجود لدى الميليشيات الموالية لإيران بأي شكل من الأشكال ولكن لسبب ما هو موجود لدى هذه الفصائل المسلحة الآن في العراق من خلال هذا الصاروخ هو المفروض موجود فقط مع حركة أنصار الله في اليمن إذا رجعنا على سبيل المثال إلى شهر اثنين الفين وعشرين العام الماضي النيورك تايمز كشفت بين البحرية الأمريكية ضبطت مراكب شراعية مركبين شراعية هي كانت تسير متوجهة من إيران عبر البحار متوجهة إلى اليمن حتى يسلموها للحوثيين وهذه كانت صورة من طبيعة الشحنة للصواريخ التي كانت محملة بها حتى تسلمها من هذا الصاروخ الذي تحدثنا عنه اللي هو الكروز النفاث الصاروخ اللي هو طبعا صاروخ أرض جو هذا الصاروخ حتى نعرف تفاصيله هو أرض جو تعرف به أصلا القيادة المركزية الأمريكية من يوم خمسة وعشرين داعش 2019 ضبطه وحلله أرض جو يستهدف الهليكومترات والطائرات المسيرة بشكل خطر وبشكل واضح لذلك وجود هذا الصاروخ هم ديردون يقولون للولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي أنه إحنا هذا الصاروخ موجود عندنا الجو هذه المرة هو تحت الخطر ورح نضرب الامكي يونين ريبر رح نضرب الهليكومترات اللي تعدكم ومو بس رح ندك القواعد الخاصة بكم ودليل على أن هذه الرسالة أيضا إذا لحظنا على هذا الصاروخ سنلاحظ بأن هناك غطاء بلاستيكي في مقدمة هذا الصاروخ وطبعا هذا الغطاء البلاستيكي هو يغطي عدسة التوجيه هناك عدسة توجيه من خلالها الصاروخ يجد طريقة لعملية التوجه وغيرها وهذا طبعا الغطاء البلاستيكي بوجوده معناته أن هذا الصاروخ أعمى وما يقدرون يوجهه بأي طريقة من الطرق وعلى هذا الأساس فإن هذا الصاروخ أعمى وواضح أنهم محاطي كرسالة مباشرة كل هذا الشحن من الفصائل المسلحة الموالية لإيران هو يأتي بعد الضربات التي تعرضوا لها مؤخرا الأربعاء الماضي بهذا الشكل في الداخل السوري في جنوب غرب تدمر من قبل طبعا الطيران الإسرائيلي الاتهامات ذهبت له ولكن هي جاءت من اتجاه قاعدة التنفي حسب اتهامات الفصائل المسلحة وكذلك بحسب اتهامات نظام بشار الأسد وطبعا أصدروا هذا البيان والذي توعدوا به بالرد بشكل مباشر وتم هذا الرد الذي طبعا نراه اليوم ووجدناه بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر